اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نرى أولادنا وأبناءنا فلذات أكبادنا وهم ينطقون لغة الضاد بفصاحة عارمة ينطق كأنه عربي قح وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس إن مع ذا الحكمة أيها الأحبة الذي من أهم أولوياته أن يتربى هذا الجيل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح أن لا يقعوا في الغلو في التفريط والإفراط لأن أيها الأحبة تعلمون جيدا مما نمر به في هذا العالم عالم التخبط وعالم التي ظهرت فيه الرذائل أصبحت الرذائل اليوم والمثلية فخر وأصبحت الرجول عار وشنارة فلذلك نحتاج نحن وغيرنا ممن تربع على أن يقود هذه الأمة ونصب نفسه أن يكون داعية أن لا يغفل عن تربية هذا الجيل الجيل لا بد أن يربى إذا لم تربيه يربيه غيرك يربيه غيرك بالمثلية والمخدرات وغيرها وإذا سلم من هؤلاء لا يسلم من الأفكار الهدامة من الذين يتسلقون بإسم الدين وهم يحاربون الدين هم شوهوا الإسلام شوهوا سمعة الإسلام لذلك نحن تبنينا هذا المعهد وأيذن مشايخ الآخرين في هذه البلاد الطيبة تنزاني الحبيبة هناك من عندهم معاهد وعندهم جهود طيبة فنسأل الله بالك في هذه الجهود لكن القصد أيها الأحبة من هذه المعاهد أن يتربى هؤلاء على الإسلام الصحيح أن يتربى وربي هؤلاء الطلاب والطالبات بالوسطية التي الله قال سبحانه وتعالى كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهداء ليس مقامي أن ألقي كلمة ولكن هذا كان من باب التنبيه أنا أشكر جهود الإخوة خاصة مدير العام معهد المعهد ومدير العام مؤسسة الحكمة الشيخ نوردين محمد الأهدل أبو إبراهيم وإذن أشكر الشيخ عوض محمد سور وليته سور هذا كانت سرورا إذا كانت تقبله حتى يكون هو مسرورا والمقام ليس مقامي إنما المقام والحفل ينتظر بشفق عال فضيلة الشيخ العلامة شيخنا وأخينا شيخ طاه سلمان باني فلتفضل مشكورا مأجورا وجزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر